السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عن حل تدريبات الدرس الاول خصائص الموجات الصوتية من الوحدة الثانية الصوت والضوء من منهج العلوم للصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب رقم اثنين اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الاتية واحد مؤسر خارجي يؤسر على الازن فيسبب الاحساس بالسامع ده ايه الصوت فنكتب الصوت رقم اثنين المسافة بين مركزين اي تضاغطين متتاليين او تخلخلين متتاليين في موجة صوتية ده تعريف الطول الموجن الموجة الصوتية رقم ثلاثة اصوات زات تردد منتظم ترتاح الازن لسماعها ده اسمها النغمات الموسيقية رقم اربعة اصوات زات تردد غير منتظم لا ترتاح الازن لسماعها ده تعريف الضوضاء رقم خمسة الخاصية التي تميز بها الازن بين الاصوات الحادة والغليظة درجة الصوت رقم ستة النغمات الصوتية عالية التردد دي الاصوات الحادة رقم سبعة يقول لك الخاصية التي تميز بها الازن بين الاصوات الضعيفة والقوية او يقول لك الخاصية التي تميز بها الازن بين الهمس والصراخ او يقول لك مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات في الثانية الواحدة كل ده تعريف شدة الصوت رقم تمانية مستوى شدة الصوت شدة الضوضاء مستوى شدة الصوت ده شدة الضوضاء رقم تسعة تتناسب شدة الصوت عند نقطة ما تناسبا عكسيا مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت ذا تعريف قانون التربيع العكسي في الصوت قانون التربيع العكسي في الصوت رقم عشر النغمات المصاحبة للنغمة الاساسية وتكون اعلى منها في الدرجة واقل منها في الشدة ذا تعريف النغمات التوافقية رقم 11 النغمة الاساسية مصعوبة بنغمة توافقية ده تعريف النغمة المركبة رقم 12 الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث طبيعة مصدرها حتى ولو كانت متساوية في الدرجة والشدة ده تعريف نوع الصوت رقم 13 الموجات الصوتية قل تلددها عن 20 هيرتز ده الموجات دون السمعية رقم 14 موجات صوتية يتراوح تلددها بين 20 هيرتز و20 كيلو هيرتز ده تعريف الموجات السمعية رقم 15 يقول لك موجات صوتية يزيد تلددها عن 20 كيلو هيرتز أو يقول لك موجات صوتية تستخدم في تعقيم اللبن ده تعريف الموجات فوق السمعية السؤال الرابع أذكر مثالا واحدا لكل مما يأتي واحد صوت عالي الطبقة مثال لي صوت العصفور رقم 2 صوت منخفض الدرجة مثال لي صوت الأسد رقم 3 صوت غليز مثال لي صوت الرجل رقم 4 صوت ضعيف مثال لي الهمس رقم 5 صوت قوي الصراخ رقم 6 يقول لك نغمة بسيطة أو نغمة أساسية مثال لي المثال لها النغمة الصادرة عن اهتزاز شوكرا رنانا النغم الصادرة عن اهتزاز شوكرا رنانا ده مثال لنغمة بسيطة أو نغمة أساسية رقم سبعة مصدر صوتي لنغمة أساسية بسيطة الشوك الرنانة رقم تمانية نغمة مركبة النغمة الصادرة عن البيانون رقم تسعة موجة الدون السمعية ده مثال لها الأصوات المصاحبة لهبوب العواصف التي تسبق سقوط الأمطار رقم عشر موجة فوق سمعية مثال لها الأصوات التي يصدرها الدولفين رقم حداشر جهاز يصدر موجات فوق سمعية جهاز الصنار رقم أناشر كائن حي يصدر موجات فوق سمعية الخفاش السؤال رقم ستة يقول لك ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وأعد تصويب العبارة الخطأ واحد ينتقل الصوت على هيئة موجات كهرومغناطيسية مركزها مصدر الصوت العبارة خطأ ينتقل الصوت على هيئة كرات من التضاغطات والتخلخلات مركزها مصدر الصوت رقم اثنين طبقة صوت الرجل أعلى من طبقة صوت المرأة العبارة خطأ طبقة صوت الرجل أقل من طبقة صوت المرأة رقم ثلاثة يزداد تردد النغمة الصوتية الصادرة عن عجل الصفار بزيادة زمن دوران العجلة العبارة خطأ يزداد تردد النغمة الصوتية الصادرة عن عجل الصفار بنقص زمن دوران العجلة بنقص زمن دوران العجلة رقم 4 تسبب الضوضاء أضرار للجهاز العصبي والسمع للإنسان العبارة صحيحة رقم 5 تميز أذن الإنسان بين الأصوات القوية والأصوات الغليزة عن طريق خاصية شدة الصوت العبارة خطأ تميز أذن الإنسان بين الأصوات القوية والأصوات الضعيفة عن طريق خاصية شدة الصوت الصور رقم 6 تقل شدة الصوت إلى التسع إذا قلت المسافة بين الأذن ومصدر الصوت إلى النصف العبارة خطأ تقل شدة الصوت إلى التسع إذا زادت المسافة بين الأذن ومصدر الصوت إلى ثلاثة أمثلها رقم سبعة تقل شدة الصوت بملامسة مصدره لصندوق رنان العبارة خطأ تزداد شدة الصوت بملامسة مصدره لصندوق رنان رقم تمانية الصوت المنتقل في الهواء يكون أعلى شدة من الصوت المنتقل في غاز ساني أكسيد الكربون العبارة خطأ الصوت المنتقل في الهواء يكون أقل شدة من الصوت المنتقل في غاز ساني أكسيد الكربون رقم تسعة شدة صوت عيار ناري على قمة جبل تساوي شدته عند السفح العبارة خطأ شدة صوت عيار ناري على قمة جبل أقل من شدته عند السفح رقم عشر سرعة الموجات فوق السمعية أكبر من سرعة الموجات دون السمعية في الهواء العبارة خطأ سرعة الموجات فوق السمعية تساوي سرعة الموجات دون السمعية في الهواء رقم حداشر تستخدم الموجات السمعية في تعقيم الماء واللبن العبارة خطأ تستخدم الموجات فوق السمعية في تعقيم الماء واللبن سواء رقم عشر علل لما يأتي واحد لا ينتقل الصوت في الفراغ لأن الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية يلزم لانتشرها وجود وسط مادي رقم اثنين ينعدم صوت طنين النحل عند توقفه عن الطيران لأن الصوت ينشأ من اهتزاز الأجسام المحدثة له اللي هي أجنحة النحل وينعدم عند توقفها عن الاهتزاز اللي هو الطيران رقم ثلاثة يمكن سماع الصوت من جميع الاتجاهات المحيطة بمصدره لأن موجات الصوت تنتشر على هيئة كرات من التضاغطات والتخلخلات مركزها مصدر الصوت رقم أربعة اختلاف النغمات الموسيقية عن الضوضاء من حيث التردد لأن النغمات الموسيقية منتظمة التردد بينما ضوضاء غير منتظمة التردد رقم خمسة لا ترتاح الأذن لسماع الصوت الصادر عن الحفار لأنه صوت غير منتظم التردد رقم ستة تستخدم سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة لحماية الأذن من آثار الضوضاء رقم سبعة علل تستطيع الأذن أن تميز بين الأصوات المختلفة لأنها تعتمد على سلاس خصائص هي درجة الصوت وشدة الصوت ونوع الصوت رقم تمانية صوت شوكر النانة ترددها خمسمية واثناشر هيرتز أقصر حدة من صوت شوكر النانة ترددها متين واحد وخمسين هيرتز لأن درجة أو حدة الصوت تتناسب طرديا مع تردد مصدره وبالتالي تزداد حدة الصوت بزيادة التردد رقم تسعة صوت المرأة أقصر حدة من صوت الرجل لأن صوت المرأة أعلى ضرية أو تردد من صوت الرجل لأن صوت المرأة أعلى تردد من صوت الرجل رقم عشرة علل يفضل الجلوس في الصفوف الأمامية عن الصفوف الخلفية في قاعات المحاضرات لأنه كلما قلت المسافة بين مصدر الصوت والأذن زادت شدة الصوت المسموع تبعا لقانون التربيع العكسي في الصوت لأنه كلما قلت المسافة بين مصدر الصوت والأذن زادت شدة الصوت المسموع تبعا لقانون التربيع العكسي في الصوت رقم 11 تزداد شدة الصوت إلى أربع أمثال قيمتها عند نقص المسافة بين مصدر الصوت والأذن إلى النصف لأن شدة الصوت تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والأذن لأن شدة الصوت تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والأذن رقم 12 تضعف شدة الصوت الناشئ عن اهتزاز طرف مصدره بمرور الوقت لأن سعة اهتزاز مصدر الصوت المصدر المهتزم تقل بمرور الوقت وشدة الصوت تتناسب طرديا مع مربع سعة اهتزاز مصدرهم رقم 13 نغم التليفون محمول موضوع على صندوق رنان اقصر شدة من نغمته عند امساكه باليد لأن مساح السطح الصندوق الرنان اكبر من مساح السطح اليد وشدة الصوت بتزداد بزيادة مساحة السطح المهتز رقم 14 تثبت اوتار العود الموسيقي على صندوق خشبي اجوف لأن الصندوق الخشبي الاجوف يعمل على زيادة مساحة السطح المهتز عند اهتزاز الاوطار وبالتالي زيادة شدة الصوت لأن الصندوق الخشبي الاجوف يعمل على زيادة مساحة السطح المهتز عند اهتزاز الاوطار وبالتالي زيادة شدة الصوت يمكن المقارنة بين كسافتي غازين بدلالة خاصية شدة الصوت لأن شدة الصوت تضعف بنقص كسافة الوسط الذي ينتقل فيه والعكس صحيح لأن شدة الصوت تضعف بنقص كسافة الوسط الذي ينتقل فيه والعكس صحيح رقم 16 الصوت المنتقل في غاز ثاني اكسيد الكربون اقصر شدة من الصوت المنتقل في الهواء لأن كسافة غاز ثاني اكسيد الكربون اكبر من كسافة الهواء وشدة الصوت تزداد بزيادة كسافة الوسط الذي ينتقل فيه رقم 17 تزداد شدة الصوت في حجرة بها دخان لأن كسافة الدخان اكبر من كسافة الهواء وشدة الصوت تزداد بزيادة كسافة الوسط الذي ينتقل فيه رقم 18 علم تستطيع اذن الانسان ان تميز بين صوتي البيانو والكمان لاختلاف النغمات التوافقية المصاحبة للنغمة الاساسية الصادرة عن كل منهما تبعا لاختلاف طبيعة مصدر الصوت بلاختلاف النغمات التوافقية المصاحبة للنغمة الاساسية الصادرة عن كل منهما تبعا لاختلاف طبيعة مصدر الصوت رقم 19 علل لا يستطيع الإنسان سماع بعض الأصوات التي تصدرها الخففيش لأن الخففيش يصدر موجات فوق سمعية وأذن الإنسان لا تدرك الأصوات التي يزيد ترددها عن 20 كيلو هيرتز رقم 20 استخدام الموجات فوق السمعية في تعقيم المواد الغذائية لقدرتها الفائقة في القضاء على بعض أنواع البكتيريا ووقف نشاط بعض الفيروسات لقدرتها الفائقة في القضاء على بعض أنواع البكتيريا ووقف نشاط بعض الفيروسات السؤال رقم 11 ما المقصود بكل منه واحد الصوت مؤثر خارجي يؤثر على الأذن فيسبب الإحساس بالسمع رقم 2 الطول الموجي لموجة صوتية 30 سنط أي أن المسافة بين مركزين أي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين في هذه الموجة تساوي 30 سنط رقم 3 النغمات الموسيقية النغمات الموسيقية أصوات ذات تردد منتظم ترتاح الأذن لسماعها رقم 5 طبقة صوت الأسد أقل من طبقة صوت العصفور صوت الأسد أغلص من صوت العصفور رقم 6 درجة الصوت الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات الحادة والغليظة الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات الحادة والغليظة رقم 7 قانون التربيع العكسي في الصوت تتناسب شدة الصوت عند نقطة تناسبا عكسيا مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت رقم 10 النغم المركبة نغمة أساسية مصحوبة بنغمة توافقية رقم 11 النغمات التوافقية النغمات المصحوبة للنغمة الأساسية وهي أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة رقم 12 نوع الصوت الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث طبيعة مصدره حتى ولو كانت متساوية في الدرجة والشدة رقم 13 الموجات دون السمعية موجات صوتية ترددها يقل عن 20 هرتز رقم 14 الموجات السمعية موجات صوتية ترددها يتراوح بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز رقم 15 الموجات فوق السمعية موجات صوتية ترددها يزيد عن 20 كيلو هرتز وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة